مساء الخير على خطى مختلف الأحزاب اللبنانية جدد جبران باسيل الثقة بنفسه وانتخب شخصه رئيسا للتيار الوطني الذي لم يكن حرا في ديمقراطيته الانتخابية ولجأ إلى التسكية كأمة عونية واحدة ذات رسالة خالدة وباسيل الثاني الكبير الذي يجزم بأن أحدا لم يترشح ضده نحر الديمقراطية وحاضر فيها رفض منطق الفرض رئاسيا وطبقه حزبيا قال إن برنامج رئيس الجمهورية أهم من شخصه فأعطى الأولوية في التيار إلى شخصه الكريم ونزهه على العالمين داخل المجمع العوني الكبير وأحاط نفسه بنواب رئيس من الخرسانة المتشددة أحدهم عميد الفدراليات بين مسلمين ومسيحيين وثانيهم من خلان الإصلاح فتح معارك من حساب التيار للصرف على أوروبيين اتضح أنهم فاسدون وبأجنحة نوابه المتكسرة حلق جبران وخاطب الرأي العام من موقع وصل في الحال إلى الحكم وأشهر سيف الإصلاح على العشائر اللبنانية وقال إنه لا يقبل بأخطاء الماضي من دون اعتراف بأنه كان شريك هذا الماضي والمتسبب بنزوح المستقبل تحدث باسيل عن رفضه فريق ثاني يوعي كوابيس الماضي وإذ يقصد سمير جعجع في هذا التوصيف فإن الرواية الكاملة تحتم على رئيس التيار الاعتراف بأن الفريق الأول لهذا الماضي هو العماد مشال عون الذي خاض مع القوات حروب إلغاء أدت إلى تهجير المسيحيين والطرفان أو دعال لبنانيين كوابيسة لا تزال حاضرة في الوجدان حتى اليوم وفي مطالبه الرئاسية وضع باسيل شروطا بأن لا يستحي مستقبل الرئيس من ماضيه لكنه في هذا الشرط سيصيب عمه الجنرال الذي خلف وراءه رئاسة مدمرة فاستبقها بحربي إلغاء وتحرير والانقلاب على الطائف ثم رهن الرئاسة لسنتين ونصف قبل وصوله واختتمها بأن سلم بعبد والبلد إلى جهنم وطبقا لهذا المسار في الحياء فإن الرؤساء اللي استحوا ماتوا وعين التيار اليوم ليس على الإسم إنما على الصندوق الذي سيجمع من أصول الدولة ومقدراتها ليتم تعيين جبران باسيل أمينا على صندوق البلد الحاكم مستثمرا فيه بخبرة عالية في إفراغ السدود وكهرباء الأربعة وعشرين والبواخر وفي توزيع الحصص مستفيدا من تجربة تقاسم اتفاق معرام فالرئيس لن يعلو على الصندوق الاعتماني الذي من شأنه أن ينتزع الصلاحيات من كل المؤسسات والرئاسات ليصبح فخامة الصندوق أما الخشبة المربعة في مجلس النواب فإن انتظارها يبدو طويلا ومسارها مرهون بالحوار لكن ليست داخلية منها بل الحوار السعودي الحوثي في الرياض والأيام الفاصلة للتضاح النتائج تتقلب على جمر المواقف غير المفيدة وعلى انسداد قال حزب الله إنه لا يزال قائما واعتبر النائب حسن فضل الله أن لا إمكانية لإحداث قرق في هذا الانسداد السياسي لانتخاب الرئيس إلا بتفاهمات بين كتل وازنة وأساسية يمكن لها إن اجتمعت واتفقت على اسم رئيس أن توفر الغالبية الدستورية والأرضية اللازمة للانتخاب أما القوات اللبنانية فكانت أيضا على لا آتها من الحوار وقال النائب غسان حصباني إن الحوار هو ضرب للدستور ولا لتكريس أعراف جديدة قبل انتخاب رئيس للجمهورية معتبرا أن الأسماء التي سبق وطرحت هي مشاورات فلماذا طاولة التأهيل للمرشحين وتلك المواقف وغيرها تؤسس لمرحلة جمودا في الملف الرئاسي إلى أن يقضي الله موفدا فرنسيا كان مفعولا وتخرج الخماسية ببيان الحث على الانتخاب ويتصاعد الدخان الحوثي من المتخنة السعودية ترجمة نانسي قنقر